وللمزيد من المتابع ينضم إلينا دكتور رضياء حلمي الأمين العام لجمعية غرفة التجارة المصرية الصينية دكتور رضياء بعض التحية طبعا العلاقات المصرية الصينية علاقات ممتدة منذ سنوات وهناك العديد من الروابط التي تربط بين مصر والصين زيارة وزير الخارجية لمصر الآن وما تعنيه في ظل كل المتغيرات التي تحيط بالعالم تحياتي لحضرتك والإجسادة المشاهدين الحقيقة زيارة السيد وزير الخارجية الصينية هي امتداء للعلاقات الطيبة والاستراتيجية الشمع بين مصر والصين والتي لم تشهد أبدا في تاريخها قوة ومتانة كما تشهد الآن في ظل توجهات الزعيمان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفخامة الرئيس تشي جينبينغ وهذه الزيارة لها دلالة كبيرة بعد المؤتمر العربي الصيني المؤسع الأول الذي عقد في الرياض وهو أمر يوتي ويعد بأن هناك تصور كبير في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا بين مصر والصين على كافة المسارات خاصة وأن هناك تحديات عالمية كبيرة من المهم أن يكون هناك تضافة للجهود لغة مستركة تتحدثها الدولتان الصديقتان ومصر دولة رائبة عربيا وإسرائيا وشرق أوسطيا والصين تعلم حجم مصر الكبير في المنطقة والعالم لذلك أنا أتوقع شراكة اقتضية كبيرة وأتوقع وجهات نظر متطابقة في القضايا العربية العادلة وعلى رأسان قضايا الثلاثينية دكتور ما تشير لي حضرتك لا يعني فقط أن هناك تقارب في وجهات نظر تجاه قضايا عديدة لكن الحقيقة أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تعاون ثنائيا بين مصر والصين في مجالات عدة وخاصة على الصعيد التجاري تعد الصين أحد أكبر شركاء التجارين لمصر في الفترة الأخيرة حقيقة الميزان التجاري المصر الصيني تطور تطورا مزهما وهو اقترب ولامس 20 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 والذي ستظهر إحفاعاته قريبا ولكن احنا بدأنا من عسل سنوات وكان الميزان التجاري لا يزيد على 9 مليار دولار كما أن الصادرات المصرية سيدتي تحتل مكانة كبيرة الآن وزادت بنسبة تزيد على 36% من عامين إلى الآن على مقياس سنوي الصادرات المصرية المصرين في تنامي والتعامل والتبادل التجاري في تنامي والمصرعات الكبيرة المصرية المصرعات القومية هناك شركات صينية كثيرة تتعاون مع مصر برؤية مشتركة نحو السنية ونحو رؤية مصر 2030 وأشدد على أن أيضا هناك كده نتمنه في مصر ويعلمونه جيدا الأصدقاء الصين وهو توصيل اصطناعة في مصر واصطناعة الوطنية المصرية بخبرات وتكنولوجيا أسلامية وهو تعاون سيكون له أثر إيجابي بدون شك نعم الصين فيما هو واضح في سياساتها الخارجية الدولية لأن هناك بعض التغيرات حينما يزور وزير الخارجية الصيني مصر بالتأكيد وينقل تحيات رئيس الصين إلى سيدة رئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد على دور مصر الإقليمي ودورها كمركز في هذه منطقة منطقة الشرق الأوسط هذا يعني أن هناك الكثير من الاتفاق في وجهات النظر حيال القضايا الدولية المختلفة دي حقيقة فاندم وقد لمتناها في الأول مرة تدعى مصر إلى اجتماعات مجموعة قمة العشرين قمة مجموعة العشرين وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا وله كلمة متميزة ورأينا هذا مباكرة هناك في مدينة هندجو والسقر للرئيس استقبالا لافتا أيضا هناك تركة استراتيزية كاملة في الزيارة التاريخية للرئيس الصيني في الدينبينج القاهرة سبع سيارات من الرئيس السيسي إلى الصين زخم كبير من العلاقات القوية المشتركة القائمة على المصالح المشتركة والقائمة على عدم التدخل في شؤون الآخر واحترام ثقافات الآخر ولقاء الحضارات المصرية والصينية وليس صراع حضارات الحقيقة الأمور مرتفعة لتطوير كبير اقتصاديا وتجاليا ومصر تعمل من خلال رؤية استراتيزية ومن خلال فكر وضع مدائيا في رؤية مصر عشرين ثلاثين وصين تحترم مكانة مصر وقوتها وهي البوابة الحقيقية لإفريقيا تأكيد ووزير الخارجية الصين استهل أول زيارة له خارجية على مدار ثلاثة وثلاثين عاما في هذا المنطب كل وزير خارجية الصين يبدأ بإفريقيا ويبدأ بمصر وبذلك نعلم جيدا أنه كانت مصر لدى جمهورية الصين السعبية الصديقة وهذا التعاون القوي الكبير لا يمكن أبدا أن يكون مؤجان ضد أي طرف ولكنه تعاون مؤتمر اقتصادي مشروع لتحقيق أهدافنا وأهداف الصين في المصالح المستركة للدولتان الصديقة الصين بشكرك شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي الأمين العام لجمعية غرفة التجارة الصينية المصرية كنت معنا عبر الهاتف